السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الإخوة والأباء الكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لأعبدون ودي أخوانا الغاية المن أجل ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وكما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيء يعني خلاصة الكلام إنه ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في الدنيا دي أخواننا عشان نعبد وإذا ما كان عبادتك لأله بلاو يعني إذا زل كان بيعبد الله وعنده عقيدة في مخلوق ده ما يسمى عابد لله وما جاء بالحكمة التي أمره الله سبحانه وتعالى وخلقه الله عز وجل من أجله فلابد الإنسان يكون أعمال كل لله سبحانه وتعالى خالصة لله عز وجل وينبغي على العبد أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ثلاثة أمور الأمر الأول أن يوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته يعتقد أنه الله الخالق دي لابد يا أخواننا تكون في عغدة الإنسان إنه الله الخالق والرازق والمالك والمدبر ودي أبو جهل بالمناسبة ما كان عنده فوق مشكلة كبيرة كما حكى القرآن ولا أبو لهب ولا غيره ولا حتى إبليس ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ ديل منه ديل اللي بيقولوا كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو سألت الناس ديل الخلقكم منه بيقولوا خلقنا الله والخلق السماوات والأرض منه يقول ليه خلق الله منه سألوا من رسول صلى الله عليه وسلم ديل ناس أبو جهل وأبو لهب الكاتلوا من النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وفي غيرها من المشاهد وبيقوا بر الإسلام وبيقوا أعمالهم حابطة كانوا مقرين إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم شان كده ربنا قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنداد معنى أمثال ونظراء يقول لك الأولاد ديل نديدين لبعض معنى أجنو مدقاربين لبعض فالذي يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يعتقد أن غير الله يعلم الغيب أو أنه يتصرف في الكون أو غير من العقائد الشركية والكفرية فدي أخواننا إنسان جعل من اعتقد فيه هذه العقيدة نديدا ومماثلا لله ودي أخواننا من الشرك أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيغفر لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فربنا سبحانه وتعالى قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون مخلوق ضعيف ربنا سبحانه وتعالى خلقوا بياكلوا يشرب ويمرض ويشقى ودائر عرس ودائر يشرب موية ودائر ينوم مخلوق تعبان في ناس بيمشوا ناس بيمشوا يتبركوا به ويتمسحوا به وناس يمشوا له عشان يشفيوا من المرض وينزل لهم المطرة ويعتقدوا فيه هل دي أخواننا ده شريك ولا ما شريك هل الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام جابه هذا الأمر أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى ما جاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكده أخواننا المشركين لوال كانوا مخرين إنه الله خالق ورازق وكذا وده ما دخلهم في الإسلام مع أنه بقول الله خلق السماء والواطن وأي حاجة خلق الله بعد ما خشه الإسلام ليه؟ لأنه كان في عبادات بيديها للأصنام طيب الأصنام دي شنو؟ لأنه بيجوك أهل الضلال يقول لك لا دي لك كان زمان بيعبدوا الأصنام الأصنام دي عبارة عن كان صور مش هلسي بيشوف صورة بتاعت مثلا البرعي والمكاشفي وكذا نفس الشغلانية زمان ما كان عندهم كاميرات كان عندهم شنو؟ حاجر بينحتو بعملاء في صورة في صورة هؤلاء الصالحين والشيرك يا أخواننا بيسبب الغلو في الصالحين يعني ها حصل اللي قلت لك ناس لا فين بالقبة بتاعت محمود عبد العزيز حصل لها قاك؟ ها؟ حصل لها قاك ناس ها بيوردي ولا غيره لا فين بالقبة بتاعته ومعلقين معتقدين فوق صورته لا بيعتقد في إنسان يدعي ويظهر للناس ويغش الناس باسم الصلاح والولاية وده يا أخواننا كان سبب الشيرك من زمن نوع عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوقا ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا فده يا أخواننا كان سبب الشيرك إن الناس قل لك يا سلام الأولياء ديل تمام كذا ده الوقع الناس الشيرك الآن تولى نشر الشيرك الآن الصوفية أول مسألة تعرفة في الصوفية إن يا أخواننا الصوفية ما هي جاءت إلا بعد أن مات أو إنقضت القرون المفضلة الصوفية زاتة وكتنشات لأنه بيجوك ناس أحمد داود وغيرهم بيقول لك طبعا الصوفية دي من أهل الصفة الصحابة كان صفة الصفة دي عبارة عن عريشة أو راكوبة زي ما بنسميها كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بفوق كان فاتح فكان زي عريشة أو راكوبة يأوي إليها يعني بيجيها بالليل ينوم فيها الصحابة الجمه هاجرين وما كان عندهم قروش يابن بيوت أو ما كان عندهم مال في المدينة أنه بداية الإسلام الناس هاجروا لي وين؟ لمكة فالناس الجدل سموهم أصحاب الصفة يعني شنو؟ يعني الناس الساكنين الصفة يعني الراكوبة في المسجد النبوي هل هل الصفية هم أهل الصفة؟ هل في واحد صحابي صوفي؟ حصل لقاك صحابي صوفي عنده أربعين رقعة في الجلابية بتاعته وشهد له سبحة أربعمائة متر ما حصل لقاك أنا ما في أصلا في إمتى؟ فده كل يا أخوان نباطي دي المسألة الأولى يقول لك طبعا الكلام ده الصفية هي من الصفاء صفاء القلب وكذا وده بالنحية لغة عربية ذاته غلط الليلة لو سألت ولدك بيقرأ سنة ثالثة سانوي قلت له لو أنا داير أقول الزلداء قلبه صافي أقوم أقول شنو؟ بيقول لك تقول الصفاء ما بتقول الصوفي في إمتى ديل بيالعبوا على الناس بعد ذاك بيقول لك الناس يلدخلوا الإسلام في السودان ودك يضب باعتراف الصوفية ذاتهم عندهم كتب الآن بيقرروا في الجامعات كتاب اسمه طبقات والضيف الله أول صوفي دخل السودان اسمه تاج الدين البهار البغداد القادري طريقة القادرية وده دخل سنة تزعمية وخمسين هجرية تزعمية وخمسين شنو؟ هجرية والإسلام دخل السودان سنة واحد وثلاثين هجرية يعني قبل قبل ما يخش الصوفية بأكتر من عشر قرون عشر قرون الإسلام خش السودان حتى بعد ذاك جهات خشت شنو؟ الصوفية طيب الصوفية أخواننا نشروا في الناس عقايد نشروا في الناس عقايد من هذه العقايد الغلو وعبادة الشيوخ من دون الله عبادة الشيوخ من دون الله يقول لك تعتقد أن الولي بيعلم الغب زي ما بيقول أحمد داود وغيره فيمت بيقول لك الأولياء بيعلم الغب وربنا سبحانه وتعالى قال الأنبياء ما بيعلم الغب أفضل الأولياء أحمد التجاني أفضل ولا أفضل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل مني أخواننا دل الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتذكرون ربنا قال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لا استكثرت من الخير أنا بديك ديل أفضل من أفاضل أو ديل أفضل البشر الأنبياء شان كده ربنا كل الأنبياء بيسألهم يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب شان كده أخواننا ما في مشرك أو زول بتعباطل عنده حجة أصلا ما في زول بتعباطل عنده حجة شان كده لما أهل التوحيد يبينوا التوحيد إلا يفلقوا بالحجار أو كده زي ما حصل لينوح عليه السلام قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين في إمتى ده شغل المشركين ده ما شغل المسلمين شان كده إبراهيم لما دع أبوه إلى التوحيد قال لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال له بقاطعك مره راح أبدا يعني مليا معناه أبدا ولذلك ديل الأنبياء قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الصحابة ربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ده في صورة آل عمران في غزوة أحد ربنا قال ما كان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ديل الصحابة صحابة ما بيعلموا الغيب يجي يعلم الغيب أحمد التجاني أو البرعي أو غيره من الجماعة الصوفية ديل ودي عغيظة ما فيها لعب ما بتعلم الغيب تحداك جوة عينك ما بتعلم الغيب في إمتى الغيب ده حق ربنا عشان كده ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون شان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال مفاتح الغيب خمس وقرأ الآية من صورة لقمان آخر آية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ما بتعرف أنت بتموت وين ولا بتموت بيتين ولا بتموت كيف دي كل حقة ربنا سبحانه وتعالى الملائكة ثم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا شنو ها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمات بعدين شوف الموضوع ده مهم جدا أنت أحفظ الآيات دي شان بعدين تمشي توري الأبوك مثلا أو خالك أو قريبك أو أمك أو خالتك قال بيقول شوما أحمد داود يقوم يكتب ليهم الحجبات قل لهم أنا برقود ليكم الخيرة عند الغنماية راحت تمشي ليه أحمد داود أحمد داود هو الحرامي ولا هو شنو أمشي ليه وليه يا تكون عارفة أنت تكون متفق مع الغنماية عندك معه موعد واللجنو عليمك ربنا في إمتى أو أنت ذاتك تكون دجال كذب لأنك بتدعي الملغيب وزول البي يمشي ليه زول بيدعي الملغيب دا كافر دا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأدلة كثيرة 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 ما في زول بيقدر يحصيها وما في زول بيقدر يجمل من أوضح الأدلة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة الطيبة بنت الطيب رضي الله عنهم أجمعين الصديقة عائشة رضي الله عنه أم المؤمنين لما رماها المنافقون بالفاحشة النبي عليه الصلاة والسلام ما كث كم قعد كم ها شهر كامل نبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أنها بريئة وغير بريئة ودي زوجة رضي الله عنها في امتى فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب كان يقول فلان فلان جيبوهم واجلدوهم وحصل كذا وكذا في امتى ولا دافع النبي صلى الله عليه وسلم فده كل أخوان كذب ما في زول بيعلم غيب وما في زول بيجيب ليك رايحة وما في زول يكتب ليك حجاب ده كله كذب وباطل وشيرك بالله شان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتولى والتمائم شيرك الرقى دي هي العزايم البعملاء للنازل يجيب لك بأسماء بتاع الشياطين وكده في امتى والتولى ده حجاب المحبة في امتى والتمائم دي الحجبات اللي بيربطوها الناس في الدينهم أو بيعليقها للشفع أو بيعليقها في البهايم أو بيعليقها في البيوت أو بخدتها في الدكاكين حراسات ده كل أخواننا من الشيرك ربنا قال وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ بعد ذلك بيقوم يلعب عليك يقول لك طبعا إذا كان من القرآن فالعلم اختلفوا فيها طيب أفتح أي حجاب كاد بوحمد داود أو أي صوفي تاني هل بتلقى فوق قرآن تلقى فوق أسماء الشياطين زي ما في كتاب السمانية أزاهير الرياض قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء الأسماء دي بيكتبها لك دوة الورقة بتاعت الحجاب لو فتحت قال شقش شقموش نمو شلخ العجل الساعة اثنين دا الحجاب بتاع الحمى فيمتا؟ وده موجود برضو لو ما داير تموت عند البرهانية يكتبوا لك ألو عما نو فيما لو نوو فيمتا؟ يكتبوا لك كلام زي دا وده كل أخوانا دي استغاثات بالشياطين استغاثات بالشياطين فيمتا؟ فده كل أخوانا حرام وشرك وما بينفعك بيضرك في دينك وده بيمرقك بر الإسلام أما إذا كان الحجاب بالجد من القرآن العلماء قالوا حرام ليه؟ لأنه دا بيكون زريعة للناس يعلقوا لما من الغران ما هو يوحد تابش وقل لك من الغران لكن لما انتجي تفتش وبتلقاه شنو؟ تلقاه ما من الغران أو لو كتب آية تلقاه يكتب لك فوق نجمة ومربعات وطلاصم يقول لك خاتم سليمان ونجمة داود الاخر أو تلقاه مقطع الآيات أو كاتبة بنجاسات فيمتا؟ دا مش ياهو؟ مش هادي الحجبات؟ ويجلدوها لك بيجي للتيس وبيبر يعملوا ليك لها وركتين ويعملوا فوقها عيش لين دا مش جاوة الحاصر؟ الغران ليه تتنجسوا كده؟ يا أحمد داود والشفتة الشفتة المعاب ليه تعملوا الغران كده؟ فده يا أخواننا دا دا أدى الوجه الأول العلماء قالوا بي السبب دا حرام السبب الثاني إنه فيه تدنيس للغران الله يكرمك الشافع يكون لابس تلقاه شنو؟ ريه الفوق ويبزق ممكن يجي واقع عليه فالقرآن تهينوا كده في امتى وغير من الأسباب التي ذكرها العلماء فما بجوز يا أخوان عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث عقب بن عامر رضي الله عنه جاء عشر أنفر دارين يخش الإسلام اللي بصلاح سلم بايع تسعة على الإسلام فواحد ما بايعه قالوا يا رسول الله باعت تسعة وتركت هذا قال إن عليه تميمة يعني لابس له حجاب فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرك من تعلق تميمة فقد أشرك بعد ذلك ما بكون عندك رمضان ما بكون عندك ضحية لو ضبحت ما بكون عندك يوم عرف لو صمته ما بكون عندك صلوات خمسة صلاة الفجر ما بكون عندك ختمة قرآن ما بكون عندك أذكار ده كل حابط ربنا قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبط النجن عملك ولتكون النجن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين شأن الإنسان يا أخوان يفتح عينه كويس المزالة الثانية اللي بلبس بيه أحمد داود وغيره يقول لك يا أخ ممكن تمشي للأوليوت والناس الميتين ديله مدفونين وتمشي تشيل التراب بتاعهم في همتة وتمشي تدعوهم هم أو لو ما قدرت تمشي لهم من هنا تقوم تدعوهم لو كان قاعد أو ما قاعد لو كان ميت أو ما ميت قال بيجوز بيجوز ليه يقول لك بيجوز لأنه في حديث قال إذا انفلت الدابة أحدكم بأرض انفلات فليقل يا عباد الله يحبسه طبعا الكلام دا أخوان نضاعف العلماء والرسول عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده شنو من النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم يعني أنت لو كذبت على الرسول ماذا يبتكذب عن أي زول لأنه مثلا يقول لك الرسول عليه وسلم قال كده حلال أو كده حرام الناس بيقولوا شنو بيقولوا سمعنا واطعنا وبيمشي شنو يأخذوا بالحلال ويتركوا الحرام ويكون الرسول ما قاله شاكذا الكذب على الرسول يا أخواننا ماذا يشنو ماذا يلكذب على غيره فهمت وأيجي يقول لك إذا ما أعرف لك أعيدك الأمور فعليك بأصحاب القبور ده رواه وحمد داود لا ما في حديث زي ده أبتلقى أخرجه إنسان في كتاب علمي فده كل أخواننا من الباطل فيمت ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه شنو لا يفلح الكافرون شان كده أخواننا شوف الإسلام دا الإسلام دا ما بيقبل الجماعات والطرق والأحزاب ده كل ما فيه أنه ده القسموا الدين وقسموا الإسلام ده يقول لك شيخنا ماس كالكون فيمت ده يقول لك شيخنا قال أنا الجليس على العرش الختمية لو مشيتها الشمالية كده قالوا شيخهم قال أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالي تمشي لأهلنا هناك في الغرب يقول لك ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا دا البرعي فما زال مسبولاً على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشاناً وقد فاض بحركم فحاشى وحاشى أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتموا شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم وفي القصيدة بتاعته بتاعت مصر المؤمنة مصر المؤمنة قال بدعوك يا الله بجميع عباد الله بجميع عباد الله وربنا قال لك ما تجعل واسطة ربنا قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ربنا بعد النهاية لا يقاشنوا إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ربنا ما دار واسطة وإذا سألك عبادي عني ربنا قال فخط أحمد داود في النص فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان في إمتى؟ ده غير غير الكلام الثاني السمانية في كتاب النصر العلمية يقول لك الملائكة خليك من البشر نحن ديل يقول لك الملائكة ذاتهم بيقوموا يغلطوا ويعصوا الله ولما يعصوا الله عشان ربنا يغفر لهم بيدخلوا الصوفية في النص في كتاب النصر العلمية قاعد موجودة الآن موجود يبناه معنا في إمتى؟ فقال قال بينما الشيخ قاعد في الحلقة إذ نزل شبح من الجو شانداري وريك إنه المريد ما عارف الحاصل قال بعد شيء يا الشيخ طار مع الشبح فوق وبعد ذلك جنازه الجماعة التحد الدراويش قال له الحاصل شنو قال الشيخ قال لهم ده قال لهم ملك من أهل السماية الرابعة وشنو كده قال حصلت له هفوة معناها الآية بتاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نصدق الصوفية وأحمد داود وغيره ونكذب كلام الله سبحانه وتعالى القرآن وقال لكيف الكلام ده يا أخوان ترأيكم شنو؟ ها؟ رأيكم شنو يا أخوان؟ الملائكة بيعصوا الله؟ دا قال ليك؟ الملك حصلت منه هفوة قال فتشفعنا فيه إلى الله مشينا لي الله قلنا له يا الله بس اسألك الله دخلنا في النصف الموضوع ده وربنا قال ألا له الخلق والأمر ربنا بدخلك أنت في أمره وفي شأنه تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبير فيمتة؟ تمسك غير من الطرق كل لعب برهانية فيمتة؟ غير من الطرق تمسك الطريقة التجانية بتاعة أحمد داود عندهم صلاة الفاتح طبعا بيحاول ينكر دا كتابك دا كتاب شيخك اسمه جواهر المعاني وبلوغ الأماني فيمتة؟ وكتب توزع والقصائد موجودة فيمتة؟ وقعد يصل اليوم الشيخ إبراهيم الكولخ ما سمعت به الزلد السنقالي صحة ألا ما صح عنده قصيدة طويلة قال وما عالم إلا بعلمي عالم ولا شنكد إلا بفرضي وسنتي مش يهو قعد يقول الكلام دا؟ هنا في الكتاب دا كتاب هو فيمتة يغش الناس يقول لهم يخشوا في الطريقة التجانية أوراد مخالفة للقرآن بل هي كفر بالله وناس كتار متعصبين لما فأمن الحاصل شوف الموضوع هو ما عصبية الإسلام ما فيه عصبية ما فيه قبيلة وما قبيلة ولا فوق إنه دا قريبي ولا ما قريبي ولا دا في الطريقة بتعتي ولا ما الطريقة بتعتي الإسلام فوق إنك تسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى دا البنجيب أما إذا سمعت كلاما لا ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم على يديه يوم القيامة ربنا بورك مشهد عشان ما تتورط الورطة دي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يوم القيامة بعدين يقول يا ريت أنا باريت الرسول عليه الصلاة والسلام طيب ما لك؟ قال يا ويلتاء ليتني لم أتخذ فلانا خليلا فلانا دياته دا الورطه دا لقى لو تمسك في أسكار وتخش في طريقتنا وكدى إلى آخر قال يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ربنا قال وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا العلم قال دي شكوى من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس المنتسبين لأمته يوم القيامة اللي هجروا القرآن ويدخل في هجر القرآن ترك القراءة الناس ما قاعدين يقر قرآن دي الهاجرينه في ناس ما بيتدبروه بيقرى القرآن ممكن يمسك المتحى تلقاه ويبكي معاه لكن في القرآن ما بيبكي دا برضو يدخل في الهجر في ناس بيتدبروه لكن ما بيعملوا به دي البردو خاشين في الهجر في ناس عارفينه في امتى وما بيدعوا له وديل بيتورطه بعدين يوم القيامة وما بحلك انه شيخي قال الموضو دخل له والناس ديل ما تتكلموا فيهم دا ما بحلك يوم القيامة والله ما يحلك وبعدين بتتورط واي يزول بعدين يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بيسألوا براوه لا بيسأل إسماعيل عثمان معاك ولا بيدوك بطاغة في امتى يوم القيامة ربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو فارده بتجي براك ولا في زل بحلك ربنا قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ وللأسف الشديد بيقى تفي عصبية وتعصب أعمى مش من الصوفية برام حتى من أن صار الصنة ذاته ليه أنت تسمع كلامه يا زلده أنا دار أتكلم في الزلده تعال اسمعه بقول في شنو قال صفحة مية خمسة وتلاتين ده كتابه ذاته قال وَأَمَّا فَضْلِ صَلَاةَ الْفَاتِحِ لما انتقرى صلاة الفاتح طيب بتلقى شنو قال فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه رضي الله عنه صحابي ها قال يقول كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح لما أغلق لما رجعت من الحج إلى تلمسان لما رأيت من فضلها هو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في ورد الجيوب وده كل شغل بتعصو فيها ساي هالرسول ما قال الكلام ده ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في امتى وصيغة يا أخواننا بتعطى الصلاة لأنه قد يقول لك شوف ديل عندهم رأي في الصلاة على الرسول لما عندنا رأي صلاة على الرسول عبادة والإمام مالي قال في التشودة الأخير الإنسان إذا ما جاب ده على أقل أحوالي أنه ترك واجبا في امتى فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة لكن ما على كيفك ما على كيفك هسي أنا يا أخواننا لو قلت لكم في صلاة العشاء بين الركعتين ده يرهزين رأيكم شنو في الكلام ده ليه ما لكم عندكم رأي في الآزان عندكم رأي في الآزان في ذلك عنده رأي في الآزان هنا في المسجد أيوة ما محلو ولأن يا أخواننا الإنسان إذا ما عبد الله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبادة مردودة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أجنو مردود أم أقبول منك فهنا قال 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 بعد ذاك رجعت قال ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح أحمد التجاني مات سنت كم ولده سنت كم لقى الرسول وين الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه وين لكن بيقول لك يقظة لا مناما الكلام ده معناته إنه النبي عليه الصلاة والسلام معناه إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيخلي القبر بتاعه ويجي مارك النبي صلى الله عليه وسلم يخلي القبر بتاعه ويجي مارك ومعناته إنه النبي عليه الصلاة والسلام في ديم ما بلغه لغاية ما برهه لأحمد التجاني وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أمرا يقربنا إلى الله أو أمرا أمره الله به أو أوحى به الله سبحانه وتعالى إليه إلا وبلغه للأمة فأنت لما تقول في صلاة حقتنا نحن برانة الناس ما عارفنا وعشان ما تقولوا لي رواه منه تقول لي جاني الرسول يقزة اللامان آمن عشان ما تقول لك كده وتقعد تلعب بالأمة يقول لك جاني يقزة اللامان آمن طيب لو أنا قلت لك الرسول عليه السلام جاني يقزة اللامان آمن وقال أحمد التجاني كالضاب يقول لك لا ما أجأك ما لي ما مسلم مسلم طيب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك انت وما يجيني أنا فدي يا أخواننا دا لعب دا باطل دا كذب فيمتا قال قال فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها وده برضو معناته إنه أحمد التجاني بيقى صحابي ولا كيف لأنه صحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً بي ومات على ذلك قال فأخبرني أولاً بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ستة مرات زل ختم القرآن ستة مرات صلاة الفاتح تقرأ مرة واحدة أحسن منه قال ثم أخبرني ثانياً أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون يعني من زمن آدم أو الملائكة أو الجن سبحوا الله سبحانه وتعالى لغاية يوم القيامة ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن ستة آلاف مرة وربنا سبحانه وتعالى قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله كلام الخالق سبحانه وتعالى يكون زي كلام المخلوق تجيب ليك صلاة تكون أفضل من القرآن مهما حاولت تلفها ما بتجي أصل إخواننا الكلام ده أن احنا بنقوله للناس ما دار من الناس حاجة أنه لازم تفكر لو أصلاً ددين أنه أي زلع ملو طريقة ما كويس أسي ذاته بيقى الدولار غالي وبيقى شغلانية صعبة تشيل طورتك وتتعب كم شهر ويمكن تزاته الجراد يجي أكله ولا الماء يتغرقه تحريقون مهم؟ موضوع طويل لو الموضوع كده أنا ما أفتح ليه طريقة سميها الطريقة العجلاتية مثلاً فيمتا؟ وأجي أجيب ناس والجماعة يجيبوا لك قروش والحصد يجيب لك الحصاد بتاعه ويجيبوا لك العيدية ويجيبوا لك الخرفان وإنت قاعد عاطل عندك أي شغل لو ده دين مش كان أنا عملته وسائل جداً في السودان أي زل قاعد يقول جي دين رسول حصل لقاك شيخ طريقة قال جدي مثلاً إدرس دب والله حاجة تاني ما فيه كلهم بيقول لك جدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهمتا؟ عشان يلعب على الناس لو بيقى جدك الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغني عنك من الله شيئاً وأنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئاً عشان ما تقول يوم الغيامة يوم القيامة أن إحنا الجماعة ديل بلاقونا وفي ناس غاشرينهم يقول لك يا زول هوي والله إن خشيت طريقتنا دي ومالغيامة قومتك القاسية من القبر الشيخ دا قال في جماعة قال قال الشيخ بجرك وفي جماعة قال الملايكة بتحملهم على كواهلة كلام دا قالوا تجاني ولا ما قالوا في إمتى قال الملايكة الملايكة قال بتقطعها كالصراط هنا كده الملايك عدت لك هنا ويقطع بيه كالصراط بس عشان خشيت معه في الطريقة يا أخواننا دا لعب بالناس دا لعب بالناس وإذا ما وريت الناس ان تغاش للناس تغشي الناس ليه يا أخي ربنا سبحانه وتعالى لا عن أهل الكتاب لأنهم بيقتموا الحق ربنا قال لعن الذين كفروا من بني إصرائيل على لسان داود على لسان نبيين من الأنبياء الكرام وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون في امتى؟ وكلام كثير جدا عن هذه الصلاة صفحة مية تزع وعشرين مية تزع وعشرين يقول لك لو بيقيت معهم تجانبي أحصل لك شنو قال الفصل الثاني في فضل ورده وما عد الله لتاليه وصفة المريد وحاله وما يقتر عن أستاذي فأقول وبالله التوفيق دعا لحرازم دعا تلميز أحمد التجاني قال فأقول وبالله التوفيق وبيه لعانة وهو الهاد إلى سويس الطريق قال قال رضي الله عنه أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما ما في زولي أخواننا الرسول عليه وسلم بيجي وشنو يقظة يخلق الرسول عليه وسلم بيجي يقظة خليح اللي لنا المشاكل دي بدل الناس تضاربوا تشاكل قال الله صلى الله عليه وسلم خليه يجينا كلنا يقظة لا مناما يقول لنا أبقو تجاني أنا تاني يوم بابقى تجاني مش مش حلالينا مشكلة كبيرة ها ولا دا كيضي بساكن قالنا دا لعب بعقول الناس يا أخ الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة حصلت فيها مشاكل كثيرة في خوارج الآن بيكتلوا الناس ناس داعش وغيرهم في فرق كثيرة الشيعة بيصبوا الصحابة في غير من الناس المجرمين موجودين إذا كان الرسول عليه وسلم بيجي يقظة كان يجي حلالينا المشاكل الكبيرة ولا كيف يا أخواننا فده كل يا أخواننا من باب اللعب قال لي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عديل يقظة لا منامن قال لي أنت من الآمنين وكل من رأاك من الآمنين إن مات على الإيمان يا خانا لو مت على الإيمان ما محتاج لأشوفك ذاته شوف لك شنو ذاته في إمتى قال وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها وكل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب وبعد ذاك جاب له كلام تاني أنا لو دار أخش الجنة من غير حساب ولا عقاب أأكل التجاني أبو طالب عما النبي عليه الصلاة والسلام كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بنفسه وبماله وبعد خاشي خاشي وين خاشي النار ويقول والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة إلى آخر ما يقول في إمتى قال فوالله لو لا الملامة أو حذار مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبينة ولما المشركين حاصروا بني هاشم بسبب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال بس نجيف مع ابن أخي مع ابن أخينا وقفة بتاعت حمية في إمتى وقفة بتاعت حمية وكان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه وبعد ما خش الجنة تجي أنت تدي أحمد التجاني وتجي تقول أنا بخش الجنة دخلنا ده كله من اللعب ده كله من الباطل في إمتى وده كله عشان تبشي تديه تبشي تدي أحمد داود حداشر جلابية وسبعتاشر كيس بتاع أورنجة وحداشر في إمتى شوال بتاع فيتريتة أنت ما تشتغل زي الرجال أنت ليه بتقعد تدسة وبعد ذلك تجي تخلي الناس يدوك تاكل الليك زول نجي في إمتى وغير من الكلام الذي يقوله وأن قال وأن أصحابك أصحابي قال وأكدت ذلك من أطعمني طعامه قال رضي الله عنهم كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي زول بأكله في إمتى بأكل الشيخ قال بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب عشان كده أخواننا نحن بنحذره ونحن ما دارين من الناس حاجة ما دارين من القروش ولا لما ننتقل بنجي نفروشليك دلقان نجي نقول لك أكلنا ولا بنجي نقول لك تعال اشتري مننا الورقة دي الحراسة دي عشان الرزق أو عشان الجنة أو عشان غيره من الأمور الشركية الباطلة والاعتقادات الشركية الفاسدة التي يعتقدها هؤلاء الصوفيين وإنشرونها بين الناس ولأن أخواننا الإنسان إذا جاب عقيدة من العقائد دي يوم القيامة ما عندك شفاعة ربنا قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا عند جنة ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وربنا ما بيغفر له ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شان كده أخواننا الناس تكون ناس عاقلة وترجع للكتاب والسنة وتعلم أن هذه الطرق باطلة والجماعات الباطلة لا تقول لي أنصار سنة لا أخوان مسلمين لا غيره لا صوفية لا غيره كل جماعات باطلة ودي أخواننا جماعات إذا إذا إنت باريت ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرغ خليك موحد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على فرائضك وما إلا تخش لك في جماعة ولا طريقة بل ده من الباطل ومن الحرام وما داري من الناس قروش في إمتى ولازم تحذر أهلك وتحذر أي زول أي مسلم تلقاو تحذروا يا أخواننا من الطرق دي ياخذي ضيعة ناس كتير من الناس ماتوا على العغاية دي الناس ماتوا واحد يسفى له تراب في إمتى أو واحد شاهد له حجاب تلقاو حجاب ماشي قول لك حجاب ما بينفع حاجة يا أخوان الحجاب ده لو بينفع كان الشيخ لبسه قول لك حجاب بتاع ريزك وهو بلقط في السوق فارش أنت فارش ليه وقت عندك حجاب ريزك ليه في إمتى يمشي يغش الناس ويرفع منهم ويقول لك طبعا أنت لو مات ديتنا جزء من زراعتك الأولياء ديال بضروك وطيب الأولياء ديال وقت نافعين ما يقوم يزيد ليه العيش بتاعيده لهو نافع أصلا في إمتى فده أخوان كل من الباطل كل من الباطل وكل من الكذب أشكد أنت لو دائر لو دائر تكون إنسان ناجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تكون عغدتك معلقة في ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيسر لك أمورك تدعو الله سبحانه وتعالى الله دعوه الأنبياء في حوائجهم في حوائجهم نوح عليه السلام دعا قوم للتوحيد كذبه دعا ربنا سبحانه وتعالى ينصر عليهم ربنا نصر الدائر النصر يدعو الله قال ربنا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون ربنا أجاب عندك مرض تدعو الله ربنا سبحانه وتعالى قال أدىك نموذج بتعنبي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحبين ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين دائر ربنا سبحانه وتعالى يدك ولد زكريا عليه السلام ربنا قال وزكريا إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ربنا قال معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين في إمتى ربنا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه وقعت في مشكلة في مصيبة ها تدعو ربنا زي زي نبي الله ذنون يونس عليه السلام ربنا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا قال ها فاستجبنا له ونجيناه وكشفنا ما به ونجيناه من الغم وكشفنا ما به وكذلك ننجي المؤمنين بآيات واضحة وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فتدعو ربنا سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ربنا عنده الأمور والأولياء دائل كل مفزل عنده حاجة مع الله كل المخلوقات ناس فقراء ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم يا أخواننا دا القرآن الناس دي ما لما دار تسمع القرآن ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت أحمد تجاني حي ولا ميت ميت أنا أتوكل لي على زول ميت ربنا قال توكل على الحي الذي لا يموت ربنا قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فيمتا؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ما المسيح ابن مريم إلا رسول النصارى لما تقال مشكلتهم شنو غلو في صالح بجت لكن ده شوف كلامه ده ما صالح ده ما مسلم ذاته بيقول الكلام ده فيمتا؟ النصارى لما عبد عيسى ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام التجاني ده بيأكل الطعام ولا لا؟ أحمد داود بيأكل الطعام ولا لا؟ البرعي بيأكل الطعام ولا لا؟ كلنا بنأكل ألا ما بنأكل؟ لما لنا أشبع وأهضم الطعام بيحصل شنو بعد داك؟ تمشي الحمام مش؟ زول بطن ملان عفن تمشي تدعوه؟ انت كده شغل مخق مالغران بيخاطبك زول بطن ملان عفن ولا شيخك دا بعد ما يأكل الفيتاريثة دي بعد ما يضربها وملاحلوبة بيمرق بيمرق ريحة ولا جنو؟ بيمرق بخور؟ ها؟ ولا هو؟ مش هو زيك بني آدم زيك؟ طيب كافي انت تمشي وتتزلل ليه وتبرك ليه وليه؟ شكده التوحد دا بخليك انت إنسان راجل خليك إنسان راجل وبخلي ثقتك في ربك سبحانه وتعالى قوية في امتى؟ شكد النبي عليه الصلاة والسلام كان في أحلك الظروف في المعارك والمصائب والفتن كان النبي عليه الصلاة والسلام ثابت ليه؟ لأنه ما بيعرف إلا الله ربنا قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل زول عنده بابور جابه جماعة قال له أنا عندي واطاو دا عنده حواشة ودا عنده بلاده داك وبعد ما أدوه كلهم يشاركوا قالوا ندفع موضوع دي هنا وقاموا أدوه وإي واحد داري أحريت لي بلاده؟ قل له المطرة قربت عليك الله دارين نرمي الشغلانية دي سريع دارين نزرع سريع أي واحد بيقى جنون بيقى قل له تحريت لي واطاتي بأول دا يقول لا أنا أول لا أنا أول لا أنا أول وفي واحد تاني جابه زول واحد دداه قروشه قال له تمشي تحريت لي الواطاتي تجيها ديل بيساوه؟ ما بيساوه صح؟ ها؟ ديل مشاكلهم بتقوم في امتى؟ ولغاية ما الموسم انتهي ما بيكون زرعه داك لكن بيكون شغله مجيه زول بيدعو ربنا سبحانه وتعالى واحد تاني بيدعو خمسمية نفر خمسمية نفر واريتم لو نافعين مجموعة من المجارمة ومن المضلين ومن الشياطين اللي اتصلت على المسلمين يدعوهم إلى عبادة العباد وعبادة القبور ها؟ وعبادة اللي بيقول لهم صالحين يا اخ ديل احمد داود ومعه مين؟ الضحية الفات مشو العباسية تقلي جنوب كردفان هناك قالوا دارين مناظرة وكده مشينا لهم في النهاية زاغوا قال قال يقول ليك ما يجوز التبرق بالأولية يعني تمشي تتمسح بالولي كده اها قال يجوز تتبرق بالأولية وتتبرق بي انا زاتي قال اسألنا لما اجي اتبرق اتبرق بيك انت؟ في امتى؟ ويقوموا يجيبوا للناس شبهات قل لهم طيب يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام كانت ام سليم كانت بتسلط العرق وتدخل في الريحة بتاعتها وتقول يا رسول الله العرق بتاعت دا بن طيبه والطيب بتاعنا زاته طيب هل الرسول الله عليه الصلاة والسلام عرقه زي عرقك انت؟ انت عرقك عافين يا اخي انت زي انا كده سودان هسألنا لما اتبرق اتبرق بي سوداني؟ في امتى؟ فعشان كده العلماء قالوا البركة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام بمن فصل منه ها؟ لقيت شعر للنبي صلى الله عليه وسلم في امتى؟ او عرق النبي عليه الصلاة والسلام او بصاق الرسول صلى الله عليه وسلم او نخامة نبي صلى الله عليه وسلم يتنخم لقيناه طوالي بينشيله ونتبرق بيها نبي صلى الله عليه وسلم لقيناه ويتوضع بينشيل شنو؟ الوضو بتاعه لكن ما يغشك أحمد داود يجي بزغ لك في ماء وتجي تشربه بيجيك سل ما في أي بركة الصحابة ما تبركوا بيه وبكر الصديق رضي الله عنه ما تبركوا بيه عمر بن الخطاب ولا بغيره من الصحابة وديه الناس من أهل الجنة ما تبركوا بيه فكيف يغش الناس يا أخواننا ويقول لهم تجي تتبركوا بيه الكلام اللي بيجيبه كله البركة اللي بيجيبه لو جاب لك شبهات ده كله في الأنبياء لكن ما فيه زولتاني غير الأنبياء بيجيوز إنه الناس تتبرك بيه فهمت وغيره من الشبهات الباطلة عموما يا أخوان عموما شوف انت عقيدتك دي تخليها بربنا سبحانه وتعالى تتوكل على الله ربنا قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تعلق أمورك إذا حصلت لك مصيبة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الشدايد وفي غير الشدايد فهمت ما تجيب لك بدعة في الدين لأنه إنت إذا جبت بدعة إنت كده بيجيت عدل الرسول عليه الصلاة والسلام البدعة دي معنا شنو؟ مثلا زول تلقاه شاي الفاتحة بعد الصلاة أو زول جاب له نوبة أو جاب له أسكار معينة في إمتى؟ ده معناه شنو؟ ده معناه يا رسول الله نحن حصلنا فايدة إنت ذاتك ما لقيته شكده أخوانا الإنسان يجتنب البدع وما تخش لك في طريقة والله الطرق به غير تورطك ما تسوي لك حاجة ولذلك أخوانا على جميع الناس أن يلتزموا بالكتاب والسنة وإنت لو عشت لك الدام هتلقى لسة فرق كثيرة نبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعيش منكم فسير شنو؟ اختلافا كثيرا فعليكم شنو؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة ترجمة نانسي قنقر